السلام عليكم يا حبابة علي النرد اقلوكم على فكرة طمر جميلة بالطمر كيكة الطمر طعمها حلوة مغزية طعمها حلوة قوي والزبدة مدياها مزاق مختلف تماما عن اي كيكة تتعمل طبعا دي انا يعني انا حبيبتي واحدة اورابة مني القلبي قوي لا تعملها فعجبتني فقلت كمان انا اجربها بس طبعا يعني الحمد لله تجربة حلوة وجميلة ويرب تعجبكم انا اول حاجة عندي طمر من الرمضان كتير جدا الطمر الرطب ده فانا نضفته جهزته وعملته على النار با اول حاجة بجيب الزبدة بتاعتي يعني معلقتين زبدة كده كويسين زبدة اهم حاجة كون زبدة الزبدة هتطريها هتفضل انا هتطريها الزيت هينشفها بلاش مش عايز هتنشف ام جاءوا حط معلقتين سكر كبار ودبك مدوابة الزبدة في السكر على خفيف كده ونزلة بالطمر ياخد بس يعني يلف لفة خفيفة خالص على الزبدة والسكر مجرد ما يلف اللفة وتحسنه وشربه من بعضهم تشيلوه على طول من العنار انا مش هسوي انا بس عايزة يدي يدي بقى جوسي شوية معاك مبقاش ناشف بس هبتدي نجيب الصنار بتاعتي يملمعها بالزبدة برضو او محطة فيها البلح الطمر بتاعي وفرده بالزباتول او بالدهر المعلقة وفرده خالص كده ومزبطه سيبات دي او مرحلة في كيكة الطمر خالص بحضرت السنة وحطيتها تاني مرحلة ايش شافش اخلاط مضرب بيت حسب ما انت عايزة بتجيب تلتمية متين وخمسين جرام زبدة او متين جرام زبدة يعني حسب عايزة دسمة شوية يعني هي معدل متين جرام زبدة متين وخمسين جرام زبدة كوباية لربع سكر لان خد يبالك مكتريس سكر انا فيه طمر هيدي معاك تسكيلها شوية كوباية لربع السكر آآ باكة فانيليا اربع بضات وقوم ضربهم كويس اوي مع بعض وحطى معلقة خل بتاعتنا اللي احنا عم نحطها في الكيكة الطبيعي عشان تعمل لك مادة مادة حافظة في الكيك وقوموا ضربهم او مع بعض في او ضربهم مع بعض في الخلاط اوي وكوباية لبن وقوم ايه خلاص واي جابة كوبايتين دي نخلاهم وحط عليهم زرة ملح وكيس بيكين باودر وقوم بخلطهم مع بعض وحطهم على جنب وبتدي ننزل السوايل في الخلاط عليه واعمل واديله بالمضرب بمضرب شوية كده حدا ما يسير خلص وتبقى الثلاثة معايا لو احتاجت حسيت يناتيقلها شوية ممكن تخفيها بشوية مية محتاجتش خلاص هي كده كويس اوي انا عايز اعمل حاجة السمك بتاعي ده. وانزل عليها بالكيك بالطمر اللي انا عاملاه في الصينية بتاعتي وركنته. او بنزل عليه بيها ومخبطة شوية منزلة مساوية الكيك بتاعي على الطمر. خليها كل سواء واحد. وعلى فرن درجة حرارة مئة تمانين درجة. بتقعد معايا عادة معايا بتاع تلت ساعة. ايه بتحمر وشها فوقه تحت الواحدة طبيعية وخلص على كده وبطلحها من على مطلحها. تبرد خالص شوية كده امت عشر دقايق. وابتدي ان انا اجيب الصينية بتاعتي بعد اما تهدى مشروعة بعشر ده كده. وبالراحة كده يعني اتحاول ان انت من على الحروب بتاعتها. بتاع الكيك ان انت تعمل لها تفريق خفيف كده خالص. وتبتدي ان انت تقلب الصينية بتاعت الكيك. بالراحة. بتنزل بالطمر بتاعنا على دهرها كده. زي ما انت شافينه كده. جميلي بقى بعين جمل مش عايز تهملي بحاجة. انت حسب رغبتك. صحيح. الطمر اللي انا بعمله على النار بحطه مع الزبدة والسكر بحط معلقة قرفة. حبة تحطي قرفة حبة مش حبة خالها بس انا كنت ناسي اقول عن المعلومة دي. بحطي انا حطة معلقة قرفة في قلب الطمر. بيديه طعم احلى مع الكيك. بيديه راحة جميلة جدا. وبتيت قطعيها وتقدميها بتاع ما حل وقوي ومغزية وجميلة جدا. ما انت كده استفدت بالكيك واستفدت بالطمر اللي عندك اللي عندك فائد منك في رمضان. فعملت احل كيكاية ممكن تكليها بجد. طعمها حل وقوي. وتسلم ربي تسلم اللي قالتلي على الوصف وانا جربتها على كلامها. وتسلم ايديها بجد هي عملتها حلوة وانا عملتها برضي الحمد لله. نوعا ما عجبت ولادي وعجبت اللي حواليها كلوها. فيا رب تجربوها وتقول ايوكم معايا فيها ايه? اشتركوا في القناة